اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة في تالا يوم الغد في سليانا 31 درجة 30 في زغوان في المدن الساحلية يوم الغد 30 في سوسا 28 في المونستير اقالة بدرجة في مهدية 27 درجة 27 في صفيق السواقرقنا 31 في القيروان 30 في سيدي بوزيد 27 في القاسرين 29 في قافصة 30 في قابس يوم الغد 31 نقبل لي نفس الشيء وفي مناطق الجنوب الشرقي يوم الغد جزيرة جربا بشتكون في حدود 28 درجة 30 في مدنين 29 في تطوين و30 في ارمادة بالنسبة للملاحة والصيد البحري يوم الغد في سيرات وخاليج تونس الريح بشتكون جنوبية شرقية سرعتها بين الـ 20 والـ 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة معها بات البحر كومو الثرب بيصباح شديد الاثتراب في بقي سواحنة الشرقية الريح بشتكون من القطاع الجنوب الشرقي سرعتها عموما بين الـ 15 والـ 25 عقدة تجاوز الـ 35 عقدة أثناء السخب الرعدية البحر عموما بشيكون مضترب بيكون قليل الاثراب في خليش جابس درجة الحالة في بعض المدنين العربية والأجنبية يوم الغد نافو مجموعة من الأمتار في نكشات ودار البيضاء 33 و23 درجة 32 في الجزائر 28 في ترابلوس خرطوم 34 درجة 34 أيضا في القارة في البقاع المقدسة متوقعين يوم الغد 39 في المدينة 36 في مكة المكرمة 32 في موسقط 35 في كل من أبوظبي والدوحة 39 في الكويت 37 في بغداد 33 في دمشق وبيروت والقدس الشريف سامة صافيا في اسطنبول يوم الغد 24 درجة بعد شوية في أوروبا يوم الغد 19 في فيانا 25 في روما 21 في برلين 15 في مستردام 16 مع أمتار في لندن أمتار في بروكسل وبريز مارسيليا 24 أمتار في مدريد والأشبونة 18 و 23 درجة تطورت الجوية للأيام القادمة يوم الثلاثاء عودة للسحب الكثيفة والأمتار الضعيفة والمحلية في الشمال والوسط الرحوم بشتكون من قطاع الجنوبي البحر مضطرب في كافة المجالات ودرجات الحرارة تكون تراحة بين 26 و 32 درجة وتكون في حدود 23 درجة في المرتفعات الغربية نتعدى اليوم الأربعاء السحب تزيد تتكافف الوضع الجوي بشتكون ملائم لنزول الأمتار في كافة أنحاء البلاد الريح تصبح من القطاع الشمالي البحر يتواصل مضطرب وترجات الحرارة في استقرار نسبي أوقات الشروق والغروب اليوم الغد غدوة إن شاء الله الشروق على الساعة الـ 6 و 25 دقيقة والغروب على الساعة الـ 5 و 45 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات نجم التصل بها رقموز على صوت 88-40-40 تخليوا أرسلات قاسرة على الـ 85-185 وإلا تزورون على موقع الوضع تخذوا بلو في بوان ماتيو بون تهان ونوفيو بأوقات الصلاة اليوم الغد غدو إن شاء الله الصبح على الساعة الخامسة على الدقيقة الظهر منتصف النهار و 12 دقيقة العصر على الساعة الثالثة و 17 دقيقة المغرب على الساعة الخامسة و 47 دقيقة و 5 لا إشاء على الساعة السابعة و 11 دقيقة أعزائي المشاهدين شكرا على المتابعة والإعتمام وإلى اللقاء